اشتركوا في القناة ونقل زيادة اسعار الفواكه والخضروات التزجة بنسبة تصل الى 5 فارزة 3% والنقل بنسبة تصل الى 1 فارزة 9% وتقرير عن سوق الاسكان يوضح ارتفاع الاسعار بمعدل متزايد فتح سوق العقارات الاسرائيلي افاقا جديدة بين كانون الاول وكانون الثاني الماضيين مع زيادة في الاسعار بنسبة 2 فارزة 1% وهو اكبر ارتفاع شهده السوق في السنوات العشر الماضية تستمر هذه الزيادة لتتشكل كمنحنى تصاعدي الحاد في تكاليف الاسكان منذ تشرين الاول الماضي يمكن ان يعزى سبب هذه القفزة الحادة في اسعار العقارات الى مجموعة من العوامل وكلها دفعت الطلب الى مستوى اعلى مما يمكن ان يحافظ عليه العرض الحالي بين جائحة كورونا المستمرة والعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا وتبعاتها على الاقتصاد العالمي هناك بالتأكيد الكثير مما يدعو للقلق وبالنسبة للكثيرين فان الاستقرار في منزل في اسرائيل بات امرا غير منطقي ترجمة نانسي قنقر